هذا الاجتماع مجلس الامن القومي ستلوه سمير فرج اولا مساء الخير ماذا يعني اجتماع مجلس الامن القومي الذي ترأسه السيد الرئيس النهاردة وانت يتم الدعوة لهذا المجلس مجلس الامن القومي يا سيد احمد هو اكبر سلطة في الدولة لاتخاذ القرارات المصيرية منها مثلا اعلان حرب دولة حتومة راد بيطلع منها هذا القرار قرار ده بيجمع كل القادة من اول رئيسة مجلسية الشعب والشورى وزير الدفاع وزير الخارجية وزير مخابرات العامة يعني الوزر المسؤولين في هذا الكلام الدخلية وفي رئيس الوزراء وكل القادة المهتمين في البلد بيجتمع المجلس ده لمنخشط حدث هام في الدولة كل موضوع مسؤول في هذا المجلس بيقدم ورقه وبيقول رأيه ايه ما بيبقاش الرأي منفرد لسابة الرئيس لا الكل بيقدم رأيه وبيقول انا ارى كذا كذا وبعدين نبدأ نناقش بعض يعني مثلا ممكن لو في مشكلة انده ينقول يا وزير التموين هل احنا قادرين مثلا نخش حرب عندنا قد ايه موارد يا وزير المالية الفلوس يعني اللي انا عايز افاهم الناس انه ما بيقاش رايح مجلس سوري وكل واحد يقول كلمتين لا ده احنا بتحط المشكلة وكل واحد يقول رأيه بما في اختصاصاته وزير الخارجية بيقول انا مين الدول اللي معايا مين الدول اللي ضدي انا ممكن اعمل كذا وكذا وكذا وزير الدفاع انا قادر انا عندي سلاح مزير المخابرات يقول انا عندي معلومات كذا وكذا وكذا اللي انا عايز افاهمه يا احمد ان احنا بيقعد هذا المجلس يناقش الموضوع بالساعات وبعدها بيخرج بالقرارات اللي احنا شفناها ودي بتبقى اهم قرارات ملزمة في الدولة وحد يشان محدش يقول ان القرار في مصر مفرد او مفرد لا بييجي من اعلى سلطة اللي هو المجلس ده طيب المجلس ده لانه مش كتير او بيجتمع يعني دايما زي ما حاجة بتقول كده في الازمات فقط بنرى مثل هذا الاجتماع بالضبط اللي انا عايز اقوله معلش بقى ممكن اسيب المجلس ده واقول حاجة تانية بعد ايه دك احمد اللي حصل النهاردة بيعتبس سابقة لم تحدث من قبل ان سيادة الرئيس السيسي يوافق على ان اللقاءات المغلقة تزاه هذا اللقاء الخاص بيه مع بلينكين وزير الخارجية سابقة سابقة لم تحدث في اي حتة في الدنيا في الدنيا تفتكر حاجة ليه لان سيادة الرئيس النهاردة كان عايز يوضح للناس كلها للعالم كله للدول العربية الناس اللي بتزايد على مصر لا ادي مصر وادي رأي مصر قدام مين وزير الخارجية الامريكي ولذلك خرجنا من هذا الاجتماع وزير الخارجية قدر قال ايه وزير الخارجية الامريكي هتفتح المعابر عشان مصر امبارح وقفت وانا فقلت امبارح في احد القنوات القناة بتاعتكم مش برنامج قلنا ان قرار سيادة الرئيس قال انا مش هفتح المعابر رفح للاجانب والامريكيين يخشوا الا لابعت المساعدات وانبارح قلت ان كان ممكن قرار ده يكلفنا كتير كان ممكن امريكا تعند ويتكلفنا ولكن ده رؤية مصر وقرار مصر وحقيقة انا بحاير سيادة الرئيس النهاردة ليست مجاملة ولا حاجة لكن مصر في هذا الموقف امبارح وهو النهاردة ايه اللي حصل ان امريكا وفت مش هخرج حد من جوه الا والمساعدات تدخل اه خلاص انتهى والنهاردة بلينكين قال اهم شوية ان المعبر سيفتح وان المساعدات هتخش برضو عايزين نقولي الله يرحمك يا سادات اما قال تسعة وتسعين في المية من المشكلة في اه في اه في دمين الامريكان ولما جاء بقى بلينكين جاء المنطقة قاعدوا بقى ينظروا كالعادة ده اخر دولة جاية مصر ده رايح هنا لا اخر مرضى عشان هي الكريمة بتاعت الموضوع لف الدنيا كلها وجاء للرئيس المصري قادل موقف اهيه والرئيس المصري كان واضح لم تحدي سبقة سبقة في البروتوكول والتاريخ ان الرئيس يعني يقول ما يدور في الاماكن المولاقة على الهواء عشان ما عندناش زي ما قول كده اسرار مواطفنا واضحة معلنة لا لا وبان احنا قلنا مبادئنا على الهواء للناس كلها وعرفت ما انا ممكن يطلع الكلام كده في الغرف المغلقة وبعد كده ويطلع بيان ويطلع بيان وعين كل واحد يقول اللي انا عايزه لكن ده النهاردة مصر قالت وقالت انتوا بتعاقبوا الشعب الفلسطيني طب بتعاقبوا حماس ده موضوع تاني انما انتوا بتعاقبوا شعب الشعب ده زنبه ايه الشعب اللازم يأكل واشرب واعتقد ان كلام سادت الرئيس النهاردة بعدين عمل ايه بلينكين تفتح المعابر بكرة عشان الاخوة الاجانب يطلعوا والمساعدات تخير الشيط الرئيس النهاردة قال انه رد الفعل اسرائيلي تجاوز حق الدفاع عن النفس بالزبط الى الانتقام الانتقام انتقام من شعب اتنين مليون واثنين من عشر عادين مش عارفين النهاردة المنظر كان وحش لما تلاقي الفلسطينيين راحين ياخدوا مية البحر يشربوا اه والله انت فاهم فانا حقيقة مصر كبيرة مصر عظيمة والنهاردة اثبتت ان هي قلب الوطن العربي وهي اللي بتتخذ القرار ما تمليها عليها ضامرها لان الكلام اللي اسمنا ده لسه واخر دولة حيجيها لا اخر دولة واتخذت القرارة سليمة والنهاردة ده سات الرئيس قال كلمة ظريفة يهود ايه ده احنا كنا عايشين في الحي بتاعنا وجنبنا الاسر اليهودية احنا بورسعيدي احمد كان جنب مدرسة الوصفية حارط اليهود عيشنا معهم سنين عمرنا ما كان حاجة فسات الرئيس النهاردة ادى مثل انتو بتتهمونا ان احنا كعرب لا شوفوا انتو اتهت اليهود في اوروبا لا لانه فيه اللي عايز ياخدها الحرب الدينية وهي مش كده وهي مش كده فالنهاردة فعلا يعني حقيقي قال له بالعكس لا احنا اللي عندنا وفي العالم الاسلامي حد بيقزي اليهود اللي تقزى اليهود يتقزوا في اوروبا مش عندنا فمن كنتو وده اللي قاله سات الرئيس النهاردة احنا عايشين معنا المعابد بتاعتهم هنا في مصر تم ترميمهم من سنتين ثلاثة اللي فاتوا نعم وقعدوا النهاردة في ابها سورة فالنهاردة كان فيها رئيس في الحتة دي واضح وتمام وادهم رسالة احنا ما فيش بيننا وبين اللي يقول حاجة وعيب اللي بتعملوه وحرام اللي بتعمل في الشعب الفلسطيني انتو بتئذوا شعب لو كان بينه وبين حماس حاجة ده موضوع تاني انما الشعب حرام فاعتقد النهاردة الخط التاني بترسم الخط الأحمر التاني النهاردة اه اه طبعا الخط التاني بترسم اه الحمد لله لا بيعني ايه لما اقول خط أحمر يعني ايه عسكريا لا لا انا مش فاهم الحتة دي يا احمد مش فاهم يعني خط أحمر لا الخط أحمر يا احمد هو اتقال من 4 ايام ويمكن ليه الحربية نعم سيد الرئيس قال احنا لن نسمح ان حد يخش بلدنا نعم ويخش حدودنا نعم احنا حدودنا مؤمنة وقال وقال الفلسطينيين انتوا تدفع عن أرضكم أرضكم وتعودوا هي مكونات الدولة ايه يا احمد نعم شعب وارض وسلطة نعم النهاردة لما الشعب يمشي ويسيب الأرض هيتبقى ايه فالنهاردة انتوا بتفرغوا القضية الفلسطينية من مضمونها نعم وده ما يتمش نعم وده اللي قالوا سيد رئيس لهم واعتقد تاني يوم كنت تسمع كل الفلسطينيين في غزة نعم احنا عاديين صحيح احنا مش هنسيب أرضنا صحيح فكانت الرسالة من سيد رئيس لهم والحمد لله وربنا يا سيد وقاليك شفت النهاردة انهم اجلوا الهجوم على غزة ليه تفتكر حقك ليه بص بص يا احمد الموضوع قالوا اللي حوالي جوية هل اللي حوالي جوية لا حوالي جوية ايه انت بتتكلم من خمسين سنة على المية سنة لما كانت ضبابة في ايه احمد نعم احنا في عصر التكنولوجيا نعم الكلام ده هو حجة سياسية لان بلينكين قال لهم استنوا ما جيلكم وانت فاهم وطبعا هناك ظروف هتتاخد في الموضوع وبرضو لازم تتأكد ان اسرائيل لو قامت بهجوم على غزة تتكلف هذا الموضوع خسائر كبيرة جدا دايما بنقول ان اقصى عمليات عسكرية لجيش منظم هو مهاجمة المدن دايما بنقول المدن هي مقبرة الجيوش ايه ودي احنا عندنا مثال 24 اكتوبر 73 لما اسرائيل دخلت السويس نعم ودباباته محروقة قدام حيال 40 اسرائيل بجابرتها ما دخلتش السويس نعم فالنهاردة هم بيفكروا مرة قدام ومرة وراء ماذا يفعلوا واخد بالك كمان انسات رئيس النهاردة قال ان ممكن الموضوع يتدخل فيه اطراف اخرى في المنطقة وطبعا هو ما قالش لكن احنا عارفين ايران ايران النهاردة لو دخلت وحزب الله لا وزير خارجية الايران قالك الفصائل الفصائل او اديها على الزنات قال كده بالضبط المقاومة قالك اديها على الزنات في الماكن كثيرة اذا الموضوع لو كبر وتم مهاجمة غزة هل ايران هتسكت هل النهاردة الاثنين حاملت طائرات موجودة هل منطقة الشرق الاوسط يعني هتشتعل فالنهاردة كان سابت رئيسه حقيقي كل كلمة قالها موزونة مدروسة واعتقد يعني بلينك ان نقول خد الشفة كده في اخر زيارة له وعشان كده هو ما كانش رايح اسرائيل فماد زيارته بكرة ورايح اسرائيل هيتكلم معهم تاني طبعا هو ادهم الاوامر النهاردة المعبر يتفتح وحددخلوا المساعدات انت عارف انهم اول امبرح قالوا المساعدات لو دخلت حنضربها حنضربها تمام لا النهاردة امريكا قدت الامر المساعدات تدخل الولاد بتوعنا يخرجوا واعتقد ان بكرة بلينكين هيتكلم معهم هيقول لهم ان هناك ضغط شعبي وعربي على هجومكم وخلي بالكم الموضوع ممكن يتصاعد ايران تتدخل ولو ايران تتدخل هل امريكا هتعمل حاجة بالاتنين حاملة التقارات هتشتعل المنطقة فربنا نستر ان شاء الله سيات الرئيس النهاردة قال حاجات مهمة جدا زي ما حاجة بتتكلم ولكن سيات الرئيس كان عنده كمان لغة ارقام مهمة اوي اه اتكلم على الضحايا من شعب فلسطيني في خمس مواجهات 12500 مقابل 2700 من اسرائيل 100000 مصاب فلسطيني مقابل 12000 مصاب اسرائيلي 2500 طفل فلسطيني مقابل 150 طفل من اسرائيل الارقام دي حاجة شفتها ازاي وسيات الرئيس بيعلن على الهواء كده بس اه بس اه برضو لازم نبقى فهمين سيات الرئيس اما بتعامل مع الغرب غير ما احنا بنتعامل معنا في العالم العربي احنا في العالم العربي نحب نتكلم وهذا وانه وسنقوم بالضرب انما الغرب بت لا دي حقيقي والله احنا احنا عندنا اه في الغرب بتعامل بالارقام نعم فالنهاردة سيات الرئيس تعامل مع امريكا ومع الرسالة لتوصل لامريكا بالارقام تعالوا شوفوا ده خسار قدي وده خسار قدي وده فبتالي اعتقد ان بلينكين واقعت هو طبعا عنده الارقام بس مش مش مركزة لا مش هيقولوها اه اه بالضبط بالضبط النهاردة وهو سات الرئيس قال له دي معلنة احنا ما نجيبش حاجة من عندنا فادي معلنة شوفوا النتائج ايه فاعتقد ان بلينكين بكرة في اسرائيل هيبقى هناك نقاش حاد وحاسم وطبعا مش هيقوموا بكرة بقى بالغزو بتاع غزة يعني النهاردة كان فيه مثلا ظروف طبيعية وبكرة مفيش فهم حيستنووا لما يوصل بكرة وينقشوا ويا رب المنطقة تهدأ احنا عايزين سلام عايزين الفلسطين ياخدوا حقهم وست رئيس اكد النهاردة ان الفلسطين حقهم في اطار دولتين دولة فلسطينية عسامتها القدس الشرقية بها الضفة وقطاع غزة وان شاء الله يا رب نحن عايزين لصالح المنطقة والشعب الفلسطين دكتور سامير فارق بشكرك شكرا جزيلا